التقوى كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف تحاذر عقاب الله وهذا أجمع تعريف اللحة وتفسيره التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم يا ترى أيها الإخوة ما هو نصيب التقوى في حياتنا التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي